جميل هيسم عربي مدرب جديد وفريق النصر استحق بالأمس الفوز ولكنه تعثر بالتعادل ماذا تقول؟ حقيقة أن مبارح المباراة كانت مباراة فعلا وظهر فيها بصمات المدرب مينيز المباراة بدأت بحذر شديد من الفريقين يمكن لغاية الدقيقة عشرة كان في حذر واستحواز على كورة سيلبي جدا من الفريقين لكن كان فيه ظاهرة في الفريق الإيراني أنه كان بلعب بالدفاع المتقدم بما معناه أنه بيبدأ دفاعه من منطقة الخصم يعني كان عالي الفريق الإيراني بكل اللي لعبته فكانت الكورة كلها لغاية الدقيقة عشرين متركزة في ملعب النصر هذا اللي خل النصر يخش في حالة ارتباك في بداية المباراة وما قادر ينظم صفوفه لكن بعد الدقيقة عشرين بدأ النصر يبني هجمة من الخلف يعني يسحب الفريق الإيراني يبني هجمة من الخلف وبدأ ينوع في الهجمات يعني بدأت هجمات يعني اختراقات داخلية فتح على الأطراف تغيير مساحة ملعب ده كله فعلا أظهر أنه مدرب النصر يعني كان عنده حنكة أو قراية في أنه بيعرف حتى أثناء مدنيات المباراة أنه كيف اللعب هذين يتحركوا فعلا الشيطة الأول النصر يؤدي فيه مباراة جميلة بس بعد الدقيقة عشرين بداية المباراة زي ما قلنا كانت حذرة وطلع الشيطة الأول بتقدم الفريق الإيراني بهدف يعني ما كان في الحسابات هو ده الهدف اللي أربك برضو لأنه قبلها النصر كان عنده أكثر من فرصة وفرصة مؤكدة جدا وضعت ده يعني ملخص خفيف للشيطة الأول الشيطة الثاني بدأ النصر بهجوم واضح ورغبة واضحة في أنه يعادل النتيجة ويتقدم وفعلا استحوذ على المباراة الإشكالية الثانية كان الفريق الإيراني بلعب بتكتيك الفرقة الإيرانية المعروفة طبعا عندهم قوة جسدية كبيرة جدا الفرقة الإيرانية فهم عمدوا إلى الاحتكاكات والتلاحمات الجسدية وتعطيل اللعب وتعطيل اللعب ويعني أخذ زمن كتير في الاعتراضات والسقوط وكذا ده طبعا برضو ده من أساليب كرة القادمة ممكن يعني لما خصمك يكون مرتفع عنك مهاريا استحواذيا أنت ممكن تبرد بشغل زي ذا ترجمة نانسي قنقر